أطلع لفاصل اتحاد الكرة كانوا ياخد أربع قرارات من بعد الإطاحة بروية فيتوريا أول لما تم الإعلان عن تولي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تم إلغاء هذه القرارات القرار الأول هو طبعا إلغاء منصب المشرف العام على المنتخب اللي كان بيتولى حازم إمام في عهد روية فيتوريا في الفترة السابقة ألغى أيضا قرار وجود حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب اختيار محمد يوسف مدرب عام للمنتخب الوطني وأنا مش عارف انت ازاي أصلا بتختار مدرب عام للمنتخب وانت أصلا مش عارف انت هجيب أجنبي ولا وطني ولا هجيب مين كمان إلغاء منصب مدير المنتخب اللي أعلن عنه اتحاد الكورة بسم الله ما شاء الله تم إعادته مرة تانية في وجود إبراهيم حسن تسريب خبر ان محمد صلاحي المدير الإداري السابق للمنتخب الوطني سيعود مرة أخرى لتولي منصب المدير الإداري للمنتخب ده برضو ما حصلش وتولى وليد بدر المسؤولية كل القرارات ديت إلى جانب أن الجملة الأهم لحسام حسن في الجلسته الخاصة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومع المسؤولين في التحاد الكورة هو أننا اللي هاختر الجهاز المعاون فده يوريلك أن من الآخر أنا بشتغل مع الناس هو راجل أمين مع الناس أنا بشتغل بالناس بتوعي أو الناس اللي أنا برتح لهم أو الناس اللي أنا اشتغلت معهم بالمناسبة حاولوا أنهم يفرضوا عليه مدرب حراس مرمى آخر لكنه تمسك بوجود الكابتن سعفان الصغير وسعفان الصغير حارس دولي بالمناسبة لأن الناس ممكن الناس الجديدة ما تعرفش تريك سعفان الصغير فهو الحارس الأساسي كان للإسماعيني وكان حارس لمنتخب مصر فبالتالي هو حارس دولي إذن حسام حسن يعني من الآخر كده هو راجل جاي محدد أهدافه في نفس الوقت ما تردد عن اعتزال أو تفكير محمد صلاح في اعتزال اللعب الدولي بعد قرار تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب لا أساس لهم من الصحة بل هقولك بقى على خبر لم يتم الإفصاح عنه وفي الكواليس إن محمد صلاح بمجرد الإعلان عن قرار حسام حسن مدير فني للمنتخب تواصل مع مسؤولين داخل اتحاد الكرة للاستفسار عن موعد أول تجمع للمنتخب الوطني اللي هيكون في مارس المقبل لخوض طبعا مباراتين والديئتين أمام كرواتيا وتونس في الإمارات وبالتالي بدأ محمد صلاح في الاستفسار عن أول تجمع حيكون إمتى وبالتالي ده بيؤكد لك إن محمد صلاح لا يفكر نهائيا في وجود طبعا أو في عدم وجوده مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وزي ما كان بيكلم معا من شواء الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الدارة نادي موندرن فيوتشر إن انت بتتعامل مع نجمين كبار جدا فبالتالي تصرفات النجوم بتبقى مختلفة تماما عن تصرفات العالي اللي على السوشيال ميديا خلينا نطلع لفاصل ونستقبل رضا عبدالله